انصبت الكل زاير بالتهراج وفخاخي مايت عداها غشين ساهية عن جنابه حاضي غلتي للمحتاج بيها ساخي مايزعم على زريبتي دي بمخبينابه البحار يدهاج بالمسعفة طوع موابه والصاحبي دخان بميات كيان كويه لا خير في كترة الاصحابي دعواجه ولا خير في بنادم ريحه للترت الخالي تجليه قنت سكني مني يلمولا ودياق حالي وتجرعت من هم الدنيا ماك فاني ما لقيت ونيس معايا بترحالي غير دنوبي اللي جنيتها بحفاني حنا من اللي كنا نقدموه يعني بعض النماذج الموسيقية في البداية دي كل حلقة من هذه اللقاءة المباشرة اللي أنا على موعدين مع المستمعين كل ثلاثاء وكل جمعة نستوقيت يعني ملحداش حتى الوحدة بعد منتصف الليل يعني دائما كتكون هذه المقاطع الغنائية لها صيلة بالموضوع ديال الحلقة أحيانا لها صيلة بموضوع ديال حلقة وأحيانا لها صيلة بالموضوع ديال نماذج الشعرية والزجالية التي أختارها للمستمعين الكرام إما يعني من طورتنا الشعر القديم المعاصير أو بعض الملحونيات التي أكتبها يعني منذ سنوات طويلة ربما ستظهر في ديوان قريب بعنوان يقول المجدوب المجدوب بين قوسين ما شيء سعد الرحمن ولكن هذا اللي كدوي معكم دابا الآن دائما أنا سعيد بالتواصل مع المستمعين الكرام دائما الحافز الذي يحفزني من أجل أن أظل صامدا للتواصل مع المستمعين ومن ثم أولا لا يوجد شيء أخرى أبدا لا يوجد شيء أخرى يعني بعد ما بقيت مجالس مدة طويلة يعني قريب ثمان سنوات لظروف خاصة يعني واختيارات ديالي خاصة يعني رسائته أن أنضم إلى هذه الأسرة الطيبة يعني منذ شهور هنا بإداعة الكبراد واللي كانت تحسن دابا الآن والمستوى دياله يتحسن بغيت قبل ما نحدد الضيوف لي معي في هذه الحلقة نترحم على الروح ديال صديقة عزيزة وعني إعلامية كبيرة صاحبة موقف والفنانة سينمائية مقتدرة وكتبة سيناريو ليفاطي ملوكي لرحمة الله عليها التي فارقت الحياة يوم الثلاثاء رحمة الله عليها وقد جيش مناسبة بشن داكر على واحد مجموعة دياليكريات التي تربطني بالراحل منذ أن حطت الرحال هنا بمدينة طنجة عام 1981 والعديد من المشاركات التي جمعتنا في مهرجانات سينمائية وكذا سيدة رائعة جدا لها مبادئ ولها يعني مواقف هذا الشري كنقوله دائما كنقوله الفنان على الأقل يكون عنده دائما واحد موقف يعني ما الشي غير غادي يعني الواد اللي جايد ديالك شي كلاحظ متسمع أنا في الحلقة الماضية دوزناها يعني في الموضوع لها العلاقة الثقافية بيننا وبين جيراننا الإسبان من خلال استضافة فعالية شابة وقلت يجب أن نولي الأهمية للشباب بارك البلاد فوقتها كتكون ولادة عندما يتناسل من من السلف وحن خالف يعني صالح فالشباب اللي معي الآن هم اسم على مسمى لأن نحتل الجوق ديالهم المتناسك والأنيق والجميل يعني وحن نوع ديال الترابط فيما بينهم وحن نوع ديال النظام والأناقة اللي هو جوق جذب طنجة للموسيقى الأندلوسية المغربية واللي كترأسو للفنان ديالنا يعني داود ستيتو اللي معايا داخل محمد ياسين يصف المفرج اللي هو عزيف على الربيرونسي الكندوني وعلينا نحفظكم كاملين يعني واللي محمد ياسين طريقي منشيد أنا سمعت لك ديال إنشادات وكذا وقال شكرا لأنك تبقى نحافظ على القالة المغربية الأصيل يعني سواء في البيتينات ولا في المواويل ومعايا حاتم مقرأت ومنشيد متمكن كذلك بعد نعطيه يعني نعطيه فكرة على الجوق وفقتة أسس يعني والعلاقة التي تربطني بهذا الجوق يعني حقيقة منذ الخطوة الأولى التي خطى بها هذا الجوق يعني طريقه في اتجاه ترصيخ يعني القيم النبيلة للموسيقى الأندلوسية المغربية وأنا أتنبأ بأن الأفق سيكونوا يعني واعدا وهذا شيء بيوقع فضاءت لكي سجلوا فيها فضاءت ستتصالح مع الموسيقى الأندلوسية المغربية بكل نقوش وكذا شيء اللي يخلني أتأفف يعني لا أستسر يعني كون أنا الأندلوسية تتقدم في القاعة في الأوتيل فخم الله يهديكم بركة يعني ممكن شيء يعني في حال يتجيب الجاز ولا هذا وتقدم شيء ما عنده علاقة الأندلوسي كي سيكون عنده اللحمة دياله يعني الفضاء الذي يناس وما أكثر الفضاء بكين لكن شنو كي وقع كي وقع البيع والشرف الأندلوسي والبيكيات وكذا واتهف دائما على الفلوس فكيكون الحفل دائما إما شيء قاعة من القاعة الحفلات وإما شيء قاعة ديال فندق فخم ونا ما كان أمن شباب القادية الجوق للموسيقى الأندلوسية المغربية تأسس سنة 2013 ندخل في 11 سنة التأسيس يشرف على الجوق الأستاذ داوستيتو الحاصل على الجائزة الشرفية في الموسيقى الأندلوسية المغربية هو في نفس الآن أستاذ في المععد الموسيقي بطنجا ويضم هذا الجوق نخبة من شباب مدينة طنجا عصفا وإنشاد يتميز الجوق بحلصه وتوجهه نحو المحافظة على الطرق الموسيقي الأندلوس المغربية ويسعى كذلك إلى تطويره مع المحافظة على بنيته الأصلية يعني الشباب طنجا ما دهرو شغير هكذا كوكا رأى مجموع عبدالشياخ محتش ندكرهم كاملين ندكرهم سحمة زيتون أطل الله في عمره لأن معظم الذين يترأسون الأجواق لبحاليا خرجوا من صلبي للسحمة الزيتونية أو محمد العربي مرابط يعني بالنسبة لسي محمد العربي ومحمد العربي ومحمد العزيفين كذلك اللي عاشوا تحت لتصير صارم صارم ديال سي محمد العربي للمرابط اللي خلاوات جيلات رائعة جدا يمكن مرة مرة نعطيوا شيء فكرة على المشاركة ديالجا وكذا ولكن نعطي الفرصة لبالآن نضيف لي معايا باش يعطيونا العديد من المعطيات فيما يتعلق يعني بالموقع ديالجا شباب تنجى للموسيقى الأندلوسية المغربية اللي كان وضعونا في واحدة الرثبة جيدة ما شغير أنا واحد المجموعة ديالعشاق الموسيقى الأندلوسية يعني أنا إذا ما كان شيء مثلا ديالنوعة ديالصدام النبي الأفرق وإذا ما يكون شيء ديالنوعة ديال الأناقة وما يكون شيء واحد النوع لما كتسمع الحصص ديالهم كتسمع بأن الناس روما أخضعوا ديال الحصة اللي كيقدموها تداريب صارمة يعني مكين شيء بلعد الزيادات وذلك شيء فهذا هو الأشياء هذه الأشياء اللي خلتني حقيقة نكون سعيد جدا لنصدق هذا المجموع نبدو مع داو السيطوت بارك الله عليك الله يبارك سيدية عبدالطيف كل شكر لك ولإداة كاب راديو على الاستضافة نبارك لكم الشهر رمضان وكان بارك لكم العواشر بالخصوص لأيام الأواخر يا يا سلام هم بارك الأمطر الغازية الأمطر الرحمة التي تهات الحمد الحمد الله يا يا سعى والتي تلمز لكم المغرب التي لديكم خير فيها خير الحمد 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 خير إن شاء الله يغل خير قل لي الفكرة هي تأسيس جوق لشباب طنجلي الموسيقى الأندلوسية والمؤكدة جدا من المبادرة من عند من وهذه لما قديت المبادرة لكم يعني لماذا لأطراف أخرى لم ترى أننا يتطاول على الأزواق الأخرى التي ينام ليس ضروري نعمل زوق شباب طبعا 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 في البداية البداية كانت بالضبط كنا في الأول عامين جوق طلبة المعهد الموسيقي بعد ذلك تطورت الفكرة باش نعمل واحد جوق ديال الشباب كيجمع فقط الشباب بغينا تكون عنا دياني واحد لعمة مع بعضتنا كنشوف بزاب حاولنا نجمعه وبغينا ونكونوا اضوح الجوق اللي كيجمع أغلب يد الأفراد ديالله اللي هما طلبت المعهد الموسيقى بالطنجة بالضبط كانت الانتلاقها في سنة 2013 كانوا عنا أعمال مع عدة جميات بعد ذلك كانوا توقف صغير لكن جات جائحة كورونا جائحة كورونا كان عنا الوقت وخم نجمعه وبعطيتنا في واحد العمل اللي هو كان تحت اسم مناجات مناجات كن نجيو في الله وكنا عملنا فيه بروالة ربي يا ربي ربي يا ربي وكان كل واحد تصور المقطع عن بعد يعني طبعا عن بعد طبعا كان عن بعد كل واحد تصور المقطع دياله في الدر دياله وكان شكره واحد الصديق ل دي الساعة كانت تأسسر كاين كل واحد صور للمقطع دياله مدر دياله وكان عطينا نوحد السيد نشكره بزا فلي هو فضيل أهلال من مدينة شفشاون اللي هو واحد دفا انضم عندنا الجو ديالنا وقام بتركيب ديك المقاطع كلها وخرج ديك هذي محديثة هذي محديثة وبعد ذلك جتنا الفكرة مع بعضتنا قلنا لماذا لا نحيو الشاو وقلنا نحاول نعمل واحد تجاجل اللي هي جديدة ووجات الفكرة عاو فكورونا فكورونا مشينا مشينا عند قصر الزهية المكلفين به وعاونونا ديك الناس كانوا جهور متحية كبيرة ليوفرنا كل شي وكذلك الجمعية المغربية للموسيقى الأندلوسية المغربية برئاسة الأستاذ سيد محمد العروسي كان عند واحد دعم لأعطانا الجمعية دياله ودربنا فيها وعملنا فيها الأمور دائما كان هو ممتاز ودائما يشجع الشباب صراحة نقولها دائما يشجعنا وقد قربنا عنده ودائما يجب الشباب عنده وتبارك الله دابل جوق دياله من نصف الشباب تبارك نحييه من أدلم برس محمد العروسي الشريف ديال طبعا طبعا سدي عبد الكريم طبعا 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 من بعد ديالك سدي عبدالطيف هذك الوليد صفح الله مري ما سمعته كي بكي وهذك بقى بحق غزال غزال سدي عبدالكريم صراحة كان وجهول الصحية اللي هو واحد من أعضاء جوق ميناء المؤسسين المؤسسين نرجو القابل نرجو قابل سدي عبدالطيف وما كيش ديالك الهيمن نسمي إخوان كان قلهم إحنا ياخوت في الجوق جات النوبة ليس تعمل تينا جات نوبة هذا كل شي مش يعمل هذي الفكرة نرجع الموضوع في كورونا كنا سجلنا أربع حلقات خمس خمس حلقات في كورونا في عن بعد أو دول لا في فضاء قصر الزهية عنقر طبعا في فضاء كانوا جوج ديال الحلقات اللي كانوا خاصين بالموسيقى الاندلوسية وحلقاتين كذلك للمديح والسماع وحلقة كانت خاصة بعيد ميلاد ولي العهد صاحب الجلالة الأمير الجليل مولاي الحسن من بعد ذلك شفنا إقبال كبير إقبال كبير وبزاف صراحة بدأت تضافوا الجهود ناس كتعيط حاولوا تعملوا بعض الجمعيات كيتلقونا كين منواءات كين منواءات بزاف طبعا لما نذكره لك تكون حافظ طبعا الله العاب كيقول مولاي على السلام بن مسيس واحد دعاء تأيمننا ينزل بردا وسلاما على قلبي كيقول اللهم إني أسألك وجاج الخلق علي حتى لا يكون لي ملجأ إلا إليك اللي معاوجين غير راهم اللي قد يجيب طريق اللي غتعلمكم كيف تجوز المطبات طبعا وفي حالي قليسي محمد العروسي وحنا وبقلي شوف أداود قال لي يريد كل ما كين الحسيد كل ما كين البركة والله العظيم طيب وما ديالك وهذا ما ستأخلق اللي أتقن راه وذول وولد الناس ومأداب ومخلاق نرجع القابل سيد عبدالك ولكن مع ذلك يكون واحد عرضة طبعا عرضة عرضة طبعا ولكن سيد ربي حالين كريم عرضة لوالدين كيقول الشريف الراضي عنده واحد البيت عود بس شيء برد عليك كيقول والشريف الراضي هذا وحشاعر من آل البيت كان شاعرا الأريستقراطية طبعا كيقول ولست برغض أن تمسع زائمي فضالات ما يعطي الزمان ويسلوب كيقول لك يبقى في الحال هو أن الليكي أديني لك الشياطة ليا البنات ولست برغض أن تمسع زائمي فضالات فضالات لم يعطي يعني فضالات فضالات ما يعطي زمان ويسلوب خلينينا دارانا سيدك سأخبر الله سنورتك لا لا أبدا سيدك سنوقف المسيرة لنعطي كريبا الضيوف الآخرين يوسف هذا من شجرة المنفرج وأنا سعيد جدا أن جدتي الوالدة الوالدة هي من نانا المنفرج يعني واحدة من أبناء واحد من أعيان المدينة الطنجل اللي هو سيمفرج سيصيلة ما في هذا إدار لا سيصيلة قل لي كيف البداية وانا نعرف الوالعاب الآن المفرج بالموسيقى الأندلوسية المغربية كيف نضيم إلى جو كل الشباب وش كانوا مضيم من الأول ولا كانت تجارب سابقة أولا أولا أستاذك نشكرك على الاستضافة وعوش مبروكة ورمضان مبارك ساعد بالنسبة بداية ديالي كانت في المعهد الموسيقي حيث دخلت هنا باقي في عمري 8 سنين نعم دخلت المعهد ما كان أعرف كان سماع الموسيقى الأندلوسية بالحق زعم أكاديميا وذلك كيف 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 أطارك أبنك كان الرئيسي هو مودي المعهد أو لم يقل أستاذ جامل بن علال ومعهد براح ديال نعم نباقي صغاري نباقي صغاري دخلت المعهد كان قرار الموسيقى الأندلوسية كيف تتقرى بالقواعد ديال منضيبط ديال كيف 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 تتخل الصناعات تأثير المباشر من قديسة مباشر تأثير يعني العزفا وآداء يعني جامل دي بن علال وشخ حمد زيتون كنت سلمت على آلة لوت كان عالمي التواشي كان كده خلني القسم كان عملوا تواشي السعب تواشي استهلال وكبدأ معي نقطة نقطة حتى الحمد الله تكشب كي تكون فينا ديما من الجوق ديال ديال الجوق ديال ساعة كنت ضميت الجوق ديال معاذ موسيقي ديال طلبة تكساعة كنت كان قرأ مع أستاذ داود ستيتو كنت قرأ مع بعث تتنا تكساعة جيت الفكرة باش نضم الجوق لكي ضم خيارة الشاب ديال مدينة الطنج دي كان تنخرط معكم يعني العناصر النسوية شاب هكذا أولا على مستوى الأصوات ديال ومع مستوى العصف يعني مبقوش دائما غير دكورة أقلالين والله العظيم أرى حاتم المقرعي كذلك دائما ميكرو ما تشوف شي فيانا راح تغلط ميك عليه هيدا كباش يخرج صودي رجزي كل ياولدي عاود النسائي جدا بس كون معنا فالليلة الطيبة المباركة لك نستطفو فيها جوق شاب تنجلي الموسيقة الأندلوسية محبة في هذا الزوق ودعما لمسيرته على طنارون باش نعطيهم المساح الزمن كل شكر كل شكر كيف بدأت العلقة كذلك نسمع أولا تكوين ذلك وبالتالي لانضمان إلى زوق سباب الطنزة للموسيقة الأندلوسية المغربية أولا سلام عليكم السياة الطيف كنشكرك على هذه الاستيضافة هذه معك ولا مع عائلة كاب راديو شرمبروكة ورمضان سعيد ونتمنى إن شاء الله عاوز نكونوا ضيوف الكيرا من بعد إن شاء الله أولا العلاقة بدأت معي مع الأستاذ سيداود قبل ما تكون الموسيقى يعني العلاقة اللي جمعاني مع سيداود علاقة أخوية المحبة يعني الموسيقى كتبقى وحل فرع مديك الفرع اللي جمعاني مع الأستاذ سيداود والصراحة من ناحية ديالتكوين كالفضل كيرجع الليلو والولاني حيث واللي كان كيلح علي أنني نلتحق بالمعهد وناخد ديك تكوين الأكاديمي وديك والحمد الله بالإصرار دياله الإنسان نضم المعهد ودائما المويودة ديالك للإنشاء يعني دائما من دائما حيث بحكم إنشأت في واحد العائلة في واحد السماع والماديح والآلة وموسيقى الأندلوسية يعني منذ صغر نعم والقدوة ديالك في الإنساد يعني سكون يعني وأنتم كتراعي ويعني الأصالة المغربية في الأداء يعني ديالصنعاء وفي الإنساد والصراحة لله يعني كي بقى الأساد مربي الأجيال السيم محمد العروسي في حالي عن قوله المرتبة الأولى اللي خدينا عليه بزاف ديال إنشادات والصناع محظوظ محمد العروسي طبعا هذا واحد يعني وخا عمله اللعب نرى معا نرد معا نوفي ولو شي شوية بزاف نعم إذن تعطين نكرون كذلك المحمد ياسين طريقي أنا شوفت الإنشادات ديالك ما زال ما شوفت في ديال حسين مقرعي أقول لا كين هاي واقص إنشو محمد ياسين طريقي آآ طبعا ياك ها ها ولكن المقرعي لا يوريك عن ناس يدوغي باللاتين من شجرة المقرعي وليس موسيقي منه منه آآ والشي كل يوجد فرصة سعيدة شكول لكي قدابة سنترق مع محمد ياسين طريقي وانا كشوف غير تشجيلات كشوف ديال الاناقة ليلوك باش ممتازة جدا نكون خوفان على بعض منهم لكي يكونوا مثلا يتراع في المساوية ديال إنشاء ذو الله هدا قنقول يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي لكن بالنسبة لك لا خوف عليهم ولا هم يحزاني شكرا 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 بعدا لسني عبدالطيف وشكرا بزاف للإضافة شكرا كذلك لإداعاتك في راديو من البداية ديالي بحكم أنني خلقت في أسرة فنية جدي وشيخ طريقة العساوية نابين الدنجاء سليمون إحمد الخليفي خلقت واحد الجو السامع وماذا في الزاوية كبرت صغير في الزاوية يعني لبرة الصغر السامع وهي من دراسة الأساسية يعني كثار من معاهد يعني بصراحة ولسا حقص معهد موسيقي سنة الفين وعشرة أساسية شو يدالهم الكفاءة السد الزيتوني والسد عواطيف بحس صحب لما كانت جيد وشي لما كانت تكلم على مرحلة صحب صحب بوخوز يعني مرحق ولكن في تشجيلات ولا في السامع ولا في الأندلوس يعني أيوة وكون صغير وداود دايما يقول يكون صغير وباقي صغير وداود أجي عمال لا وعلو عسي صوتي يقول ليه خرج وعلو والله بتسمعه صحب ولي صراحة كان مليو مع مليو مع مراد وحض النهار ساحقنا بالجوغ معهد الشباب طرب دماعة الموسيقي ومور داود وست داود عمل مبادرة فكرة رائعة ولكن بلا منع أنتم كان ممكن سؤال إذا طرحت كم من المؤهلين بتجاوغوا يعني واش كتشوفوا بأن كين واحد لنا تمييز يعني في المهرجانات وكذا يعني كتم المنادات على بعض الأجواق وكتم التهميز لكم وكذا لأن نقول هذا الرواج الذي كان أندلوس يستمع الصيف هذا رمضان فيه مواجه شباب فانجا ضروري ما يكون هذا الحيف هذا ضروري منه أجمع جميع الوطائق المتعلقة بالنسبة بجدو يعني بعد كين الرئيس وانا كنتمنى لكم يكون عندكم مقار وفيه المتحف كذلك الصور المعلمية التي تزول طنجا وكذا وفي نفس الآن من هذا المنبر هذا نوجه ونهدى أن المسؤولين يداري هذا الزوء كدعم يعني متدان وكذا وقعد أعتقد أننا مقبلون على هذه المرحلة إن شاء الله هذي يقدمنا لحسن الأوثماني لكلفناه مهم مع سيرة لأن المياز الذي أعطيته لي هو كي يخصو يعمل وحر الفراج يعني باش يخرج الطريق كين لك تعبير باللغة العربية يعني وجدتني خارج طوعي يعني الإنسان لا يتمالك نفسه وهو ينصي إلى كل هذا الآداء الجميل يعني كل صراحة كل صراحة أنا رجل لا أحب ذو المبالغة في أي شيء إلا في الجمال إلا في الأشياء الجميلة والآن توصلت واحد مجموعة ديال رسائل هنا في الصفحة ديالي يعني من طرف مجموعة ديال الأصدقاء وفي الفيس فاد في الواتساب كذلك كي حييو يعني والناس العشق الحقيقيين ديال الأنجلوسي من موضو المغربية مختلفة يعني كي حييو هذا الأداء يعني بكل صراحة أنا معرفتي السر في نكين يعني كنا لآن لأول مرة كنسمع فعلان هو يعني النوبة ديال الحقاس الكبير كاملة رائعة وجميلة وفيها يعني واحد الطراء واحد الغينة ها وبالخصوص بالقدام لأن عمر بالبراول وكذا ولكن مع عمري شفت يعني واحد الترتيب ديال الميزان ديال القدام بها الطريقة هذه اللي لا تبعت على الملل ولا على أي شيء جميل رائع جدا يعني كيف الصوت والسياد جات الفكرة ديال عبدالطيف من خلال الممارسة بمعنى الأغلبية ديال أعضاء الجو تبار الله عليهم مروا من عدة مدارس أو من عدة أجواق رغم يفاعة سنهم يعني ورغم أنهم بقين صار يعني وبذلك يعني اكتسبوا واحد تجربة كبيرة واكتسبوا واحد المعرفة اللي خلتهم يحرفوا يكون التنسيق في البرنامج مثلا مرة نوضع البرنامج ويجي عندي فرض من أفراد يقول يشوف هذي أشمن المنواجين ينزبقوها وطبعا نحب ذلك الفكرة مشي كين في حالي يقول لا هذا البروغرام ديالي أنا عملت صفيف الهيمان مشي مزيان يعني طبعا صديق عبدالطيف طبعا هيمان يعني مكان كين مهيمين على كل حال طبعا وذلك هيمان كنت تكون مرتبطة بوحد حب الدات بوحد الأنانية زيدة عن الحد ووحد العرور وانا بالنسبة لي بكل صراحة كما بالموش الطابة بحال يقول الإنسان إذا كان فنان مهما بلغ شأنه الحقيقة كانت أخلاق دياله أو دياله تشوف فيه واحد شوف كأنني دونك وانسان فقديم ويجب أن يكون أول شيء نتعلمه في الفن والتواضع ونقرن هذا طبعا سيد عبد ولكن دعنا نذكر صراحة بعض العناصر يكونوا معك مثلا كالقوم اللغدة وحد جهة أخرى هذه القضية ستحسمون فيها الحسم يعني أن أي واحد وفيتشار معايا قل نعطيك باق خليلك مثلا في حالي قلو باللغة الشمالية أنت فيتشار معايا وإذا بغاك شيء واحد أقول كيف يلتزم معنا أو لا يعني يعني نعطي أنا عملي كي نقض هنا وهنا سيد عبد لدي في هذه الساعة هذه في حالي قوتيتي القبيلتي عاد بدين ولكن كيف تفرض شيء على شيء واحد في هذا وقت هذا ممكن شيء ولكن شيء أخر قد تقض عناصر دي ما تقول الآن أنا عندي شوك من شباب وهذا سيكون منه إن شاء الله وكذا ولكن لا تستطيع تحسن في هذه القضية هذه القضية التي يحسن فيها دائما يبقى بوعدته لذلك تتخلي كل واحد على حساب ميزاج له والأغلب الأفراد الحمد يكون عامل يكون كاملين ويلتزم فيما يتعلق بالنتشار لابنتم واش كانت عندكم مشاركة مهرجانات مثلا خارج طنجة لا وعلاش الله يعني واش القصور من طرفكم وانتم تبديعون شيئا جميلا يعني واش قصور من عندكم ما كتوصلوا شي مع الجمعيات لا كتوصلوا مع الجمعيات وكاين وعود وكاين هذي ولكن تنحد الساعة باقي ما كنت شي عاجا فقط كانت واحد صهراء اللي هي صهراء كبرى اللي كان عملنا سيد محمد العروسي اللي عاو كرجع عن سيد محمد العروسي هاو اللي شجع الشباب الصراحة هي هذي نقولها لأبا من آبا وكري أبا كار الصراحة هي بحدي اللي عملنا صهراء كبيرة فرمضان اللي فات عملنا صهراء كبيرة واللي حضر فيها كثير من سبعمائة واحد وكانت صهراء ناجحة بكل المقايز بوحدته فقط كانوا عنا بعض المشاركات هي مشاركات يعني فهمت يعني ماشي في حالها نقول لك شي مهرجان أو شي ملتاقة وحنا كان حاول نتوصل مع اللي المنظمة وحصة بتليفزيون ليلكم ماشي بهجة للناظرين أنا الواحد يشوف تجيلة ليلكم احنا كنشوف تجيلة تقدم هذه القناة أنا توصلت معاها وبغيت نعطيهم تجيلة باطل فابور نعطيهم لهم ما متجاوب معي حتى وحي طبعا متجاوب معي حتى وحي لكن نحن نهمس في آدان هذي الناس داخل القناة نعم شي خلف السياء لدعو الشق الموسيقى الأندلوسية بكل صراحة يعني واحد من الفوضى أصوات متعابة طبعا وما ننسوش المبادرة ديال الأستاذ والصادير الباحث سيدي عبد السلام الخلوفي اللي قام بوح المبادرة كبيرة اللي استدعانا من البرنامج ديالو ألحان أشقناها وكانت حلقة جميلة قدمنا فيها الموسيقى الأندلوسية حصتين من الموسيقى الأندلوسية المغربية وحصتين من ترى الشعبي الشمالي وكان ضيف الحلقة الأستاذ والمنشيط سعيد مشبل اللي قدم رفقة جوق شباب طنجا حصتين من المديح والسماء طبعا من سولوش دام وتسجي ديالو يوسف المفرج يعني أنتم دائما كتسوزعوا لأن ما كينش الهيمنة واحد واللي غد يهدر على الجوق طبعا طبعا ستيتو أو كي ياخذ ولكن مبادرة كل واحد ياخذ يعني واش ستبقوا مرتبين غيب الموسيقى بصناع نوبات الموسيقى الأندلسية أو لا ممكن في المشروع ديالكم أن يكون الاهتمام بكل الأنمط الغنائية التي خرجت من صلب الموسيقى الأندلسية المغربية بمعنى زندانيات والليلة والأغاني الشمالية الجميلة التي ترسخ الجذور في مدينة سيطوان وذلك القطاع الملح التي تأدت في أسلوب سيطواني عند من الخراج يمني عندكم تحسوا مع بعضكم بكين هذا المشروع وعندكم طاقات المهمة جدا التي تؤدي فيها هذا النمط الغناء الآخر وهو خرج من صلب الموسيقى الأندلسية ولا صيق بها على كل حال نحن مركز نغا الموسيقى الأندلسية نحاول أن نعمل عامل يكون متقن بجميع النواحي من ناحية التصوير يكون مزيان من ناحية الصونيليزاتون تكون مزيانة بجميع مستمع من يسمع يتخلي يعود يسمع مثلا تجيب بعض مرات يكون وعدك إذا سمعت ستنفر منه نحن نركز على هذا بالضبط ومن نحن مجالة آخر لدينا شعبية شمالية وفكرة متروحة مع أفراد الجو شعبية شمالية يمسي لشيء المطنائي مستهلك بعد زاد الأغاني كنتسمعون لا بل ساعة كيف تعمل لا حاولنا ولو 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 لا لا حاولنا 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 نفتشو في التورة ديال مدينة تنجا وجبرنا بعض الأغاني شمالية قديمة قديمة مزيوني في حل الولاد البارح هذه واحد القطعة اللي هي مزيونة مزيونة وشمالية سجلتوا هذه سجلناها إن شاء الله هنزلوها إن شاء الله هي قطعة مزيونة وطنجاوية وكتحكي على المعيش اليومي والحسيم المقرعين مثلا ممكن تبدل واحد مجموعة القطعة أخرى التي هي توراتية والأقريبة في حال يقول مثلا زندانيات دلالي دالي والسؤال هم ترحوها على محمد ياسين طريق اعتين ميكرو طبعا طبعا أستاذ في حال يقول عندي شرف أنني نحفظ هذه ونقدم أمكان مع الجو الحمد الله بلا بعد الله لا يد لي ومين كنت أنا وست داود وخي يوسف كانت لمشا في مدينة الطنجة وقلت له ضروري أن أنا تفكر نعمل تسجيل بشي طريقة معاصرة وفي نفس الوقت تكون في هالأصال وذيك شي الحمد الله الأفكار هي كالدور وشوية شوية مع الدعم وذيال شيوخ الأساسي الكبار وذيك إن شاء الله يكون الخير ونشكر لكم على القضية مهمة كذلك وما أنكم لا تستعملوا لذيك الآلات داخلة على الموسيقى الأندلوسية بحل احترام ما يعمل أمو الإحمد ومع تاسيتار ومعتر القردية وكلارينيت وكذا يقولون البنجو وكذا يعني يقولون البنجو أهلا والتالية رقينا الموسيقى الأندلوسية الجزائرية كآلة رسمية يعني وعيسية عند محمد خازناجي وعند كذا وأنا كنشكر حتى لسعيد القاضي كنعمل واحد عملية المزج ويشاهد واحد شوية يعني عملية المزج ما بين أندلوسي جزائري أندلوسي مغريبي سامع يعني ويخيط حال يعملون مع النوباد الغريب اللي كي أديها مقداد الزرق لي حبيب تتعرفوها الله يوت فالسماح لي هذه عملوها وعطيتها حضار ديكسار ربا قدمتها يعني في المركز ياحمد وكماك وكان بارع يعني الجو يعني القرة الأدى هذا المقطع لي حبيب وهو أدى لتصدير نوبا الغريب ودخل من ثمان المدية السامع طبعا وحد المرة كان نعمل ما كان سبعك شي بلات وحد المرة كان نعمل الموسيقى الأندلسية والسماء والملحون أو كان أنت يا سلام سائد تبارك تبارك أدغيك يخسر عندما يتألق يجب أن يحافظ على تألقه أنا قد شوف في يدك شوفت يعني الإنسان عندما يتألق أصعب حاجة هو أن تحافظ على تألقك أصعب حاجة عندما يتألق أي فنن أن يحافظ على تألقه ونحن سعيد بكل صراحة ما في خارة هذه المدينة ما في خارة هذه المدينة صوتا وتنظيما وكذا يعني كل صراحة ولا نغضيط حق الآخرين على كل حال لا نغضيطهم حقهم رغم ونحن يقولون يتدرس من ناحية تعمل أجمع تنيطانيين وكذا تسمينهم تنيطانيين وكذا يعني ولكن زاف أنا كشوف لي أنك تتأدى حصص يعني نوع دير الارتجال وكذا ما شي هو هذا أعطيهم ميكرو دابا باش نقول لي أنت أظن يعني أنت الزاوية يعني شنو الأنماط التي هي قريبة للأندلوسي ومرتبطة بالطابع العيساوي يعني يمكن واحد يتمرح بها كذلك أنا كنت تظرك على راسي كبرت وانا قلت لك صوفي جدي الحكم جدي لي شيخ طريقة العيساوي يعني ناحية السيد داود عارف هذه النقطة بزيان ناحية الغناء وليك شي أنا ما كان ملو شي مرة سامع صوفي موسيقى الاندلوسية فقط شي حاجة أخير حلي قلت سن أنا بعد ما ما مش هو اللي جيد داود هذا كرأي دي وكمبدأ وك إذا مثلا سطع نجمك ونجمك بدأ يسطع الله يكبر وهذه جاو يدي وكش نصخرين وتسامح داود لا ما قدر هذا عاد لا ما ما قدر الله من حل داود بقي صغير أنا وكرا عيد داود صراح أشوف حسن هذي نسمع الشي إنشاة دي لك هكذا ما يمكن شي لذلك المستمعين يقول على الأقل الله يبدي صويت زوين مع نودك شي من نغير واحد باركة شي باركة من عند كل من سمع هذه بروة لذي الرضي يا رضي لو أسمع يعقوب ذكر ملاحة في وصفه نسي الجمال اليوسوف لو أسمع يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسوف كملت محاسنه فلو أهد السنة للبدر عند تمامه لم يخصي في للبدر عند تمامه لم لام 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 يخصي في محاسنه محاسنه أعطيت أنا جميلة أنا لم أكن أمين بالتصفيق يعني الشيء الجميل متى يمكن أن تعلن متى يمكن لمشاعرك أن تعلن بأن ما كنت تنصت إليه جميل بالصمت محاسنه محاسنه أما قيم بالأدم دابل أنوى كله صراحة عاود دابل أعطي لأن كين هذا كين شي جوق مثلا تعلمنا واحد قبيه يعني تماما شي حد يقدم شي صنعة و يجي شي جواب يعني يجي شي جواب مثلا يقول كامان هذا حالته غير كيكمل والله يعطي ثم ما لدينا شي مقاييس باش نوزن إحنا القيمة الجمالية دي الجواب يعني يعني يكفي أن الغيب قد هذا يلا 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 بالإضافة إلى هذا أن في الموسيقى الأندلوسية ما زال لا يزال إلا يلا زمهور يتسابق إلى صفوف الأمامية ولا يفقه في الموسيقى الأندلوسية حتى حتى يلا يفرغ ما بين نوبا والميزان ولا والوالو وقالس قنطان كيكون في اللور كي يجبق لله زعمة. قالس فرحان. الفوكسار كيكون قنطان. وهمني كيكون دابا ذيك لا يعموس عين دايزين. احدا كيف دفع اهلا وساهلا كده قدا عاد كي نوضه يعني كألمه. شيء متداول. اي. خذ شكتوا غير شكتوا. سننا نعلمو وانتمنى انه لما تسحلكم شي فوراس يعني شي ميهرجان. انه واحد فيكم وانت بالخصوص يعني تطلب من الجمهور انه يلتزمو. نعم الله. هل أنت تعطي الموسيقى للأودن أو تعطيه أن يبقى غير يهرز لك ويفرع لك الرزيال النخصية لك من البروال اللي سمعها ربي يا ربي علش مفتون بها أنت صنعة ربي يا ربي عندي معها واحدة ذكرى غزالة صراحة كنت باقي صغير وصفها الله أنا كنت مهووس بالموسيقى الأندلسية دائما لأنه لأعلاد ينضى محافظة حيث يدفقي وبابها كان عالم لأعلاد الوالد كم الحاومين سوما جمع المقرع أي 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 ضر دفق السديطة أي أي ضر دفق السديطة لأعلاد الوالد كانت محافظة جدا ومع ذلك كنا كان نهوض من الضرد عزيزة أو فلمصالة دولولدة كان صبح الله ممكن يكون هيدا شي موسم دل المولاد دائما كيحتفلوا بالمولاد وصبح الله خالنا هو واحد اللي هوس الملي كبرت شوية شو بيس كان نفهم في الموسيقى الاندلوسية وحصل النهار كنسمع في الراديو مع الوليدة صبح الله كسم الشغل في الدار ويطلقى الراديو دائما الراديو في الصباح كنسمع سياح بل مجد الفران بن عمار الله يرحمه ف αυτال النهار يعمل بروية ربي يا ربي اللا هو واحد الاتقان لا متنعي وصبح الله من تم وانا باقي ما كنفهم شي باقي ما كان عارف شي الموسيقى الاندلوسية باقي ما كنفهمو هالو. باقي ما دخلت يسن المعهد. ايه بقاتي اهي دك. وانا كنفتش كان ندخل كنكتب ذك ربي يا ربي ما كنتعطيني شي. كان هاي دي كنفتش عذيك ربي يا ربي والوي. حوكا مقام نتمنط في الراديو فوقاش ماشي عملو ذك. ذك التراييف دي القدام دي رمايا باش نسمع ذك تتخليط ذك البروال. وصبح الله بقى ذك العشق هاي دك مع الموسيقى الاندلوسية مع السماء الصوفي مع تورة الشعبي الشمالي. وحتى كفرت وتخلت من المعهد بيدي. ونقول لك تخلت من المعهد ثلاثين وانا مخبه على الدر. ثلاثين وانا مخبه. كي قسمو الشارك داب احنا فيما يتعلق بالحوم لان احت الوليدة ديالي انا قبل ما نزدد. رحلت من جماعة مقرع وياحوا بلا ديها. الله اكبر. وجينا سكلنا في المسلة يعني في الحومات يلغي زويلة. سمعها دي نخلق. سمعها دي نزدد. والقصة غريبة جدا لان الحديدو سجون. يعني من المؤسسين للزاوية الدرقاوية الصديقية. الجديد يالي رحمة الله عليه. اللي هو العربي بالعربي. بوعياد الطنجي. اللي كانوا الخطيب ديالجمعة. وكانوا الأسد ديالأبناء ديالمحمد بن صديق الغماري كاملين. بما فيهم سيد عبد الله. وسيد احمد. وسيد محمد الزمزمي. الاخيرين. يعني كان شخصية صوفية فد. بحكم اننا خرجنا له واحد الكتابة دي واحد السنة. اللي هو نسيم وادي العقيق. يعني فيها تقريبا واحد الخمسمائة. وأكثر من خمسمائة صفحة. حول ظاهرة التصوف المنطقة ديالطنجا. والتركيز على الشيخ ديالو. اللي هو محمد بن صديق لهوماري. كان ساكن في الدار التي تجاول زاوية صديقية. العقبة الوزانية. وبعد دار من خالسي الكريرة يعني. هي البكرة ديالو. البكرة يعني هو واحد في عب سلام ولكي. من بعدها تجد خالسي الزهرة. ستزوج المكي زايرة. شيء هذه. يطلبون من العربي بعيد. يطلبون من العربي بعيد. قالوا موخها دار واسعة ودك شيئا. وما تمرحوا فيها. وقالوا معطيوني واحد مهلا. بقى ساكننا في الفوق. ويعني حسن نشين شيء دار أخرى. ويبدو أن اضياق عليهم الحال. ومعطوها شيء فرصة في الزهر. قالوا له الشريف. يا زيارة النبي تلتية. الوالدة كانت عند عب بها. هو العينينا ديالها. قتلها الوالد ديالي. كان عندي دار في ساكنة جامعة مقرأة. وقالوا خلوة دياله. تم كتب وتم كتب وتم كتب. وهم جاءوا في حاله من الحي ديال المصلى. شاءت الأقدار أن أفتح عيني. يعني أن أخرج من أحشاء أمي لاستقبال الدنيا. في حي ذنزويلة. بجوار الزاوية الكتانية. يقل عليك. هم يتساويين أقل من عمايين. اخيكم عقل عليها كاملة. وبعد ذلك نرحل إلى القصبة. إلى السنقة طويلة. وهناك ستدمر مرحلة جديدة. هذا هو القوسينين يمكن أن نحلهم. ربي يربي. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول هذه مقاطعة شعرية جميلة جداً في السماء وأهل يعني في المرحلة أنا ما كنقول شي الجاهلية كنقول مرحلة ما قبل الإسلام لأن كيف يمكن أن ننعسى هذه المرحلة ومعطوا حكماء وعطوا يعني شعراء كبار وعطوا الحكمة لأن المرحلة ما قبل الإسلام هذا السماء وقال عنده هذه القصيدة جميلة جداً يقول لك الإنسان يعني إذا حافظ غلع على عزة النفس دياله على الكرامة دياله يعني اللباس اللي لبسوا كيوته اللباس اللي كي لبسوا كيوته أنا رسالة مؤثرة لأنه ضمن عشرات الرسائل اللي وصلتني ولكن هذه ديالسماعيل إدريسي كان معايا هنا في نفس المقعد اللي قالس فيها لداود ستيتو ويرقت مجموعة شي ثلاثة بالأفراد من جوق ديالولوعي ديالولوعي اللي هو كذلك يصير بخطة ثابتة يعني في مجال الترصيخ البعد الجمالي للموسيقان الأندلوسية المغربية يعني بوحد الأسلوب جماعي بوحد التوزيع معيّم وكي الشاهد يعني باش كيعمل شي صني براو المزيونين حالي كبر ولدي يا السيلين يا هل الهواء آه يقل طبعا وسبب الاعتجاني والسبب الاعتجاني الله الله إذا كيقول لي ليلة مباركة سيد عبدالطيف نفتقر بطنجة وبشبابها نعتز بهذه الكفاءات فهي المشعل وهي المستقبل للحفاظ على تراتنا البادخ نحن فرحانين ومطمئنين ولله الحام تحياتي للفنان لأستاذ داود ستيتو أتمنى له المزيد من العطاءات والاستمرار يا مودتي لأبدأ جاوبة لإسماعين سيد إسماعين صراحة كان دائما دائم الشباب ودائما ما تكون عندي شي مبادرة أو لا كان عمل شي تسجيل أو لا كان عمل شي حاجة دائما كش جاني دائما وكان نوجه له التحية وكان نوجه التحية جميع أفراد جمعيات كيف تتجربات كيف تتجربت يقول ربما متزامنا على جوق طبعا طبعا تجربة ديس إسماعين تجربة غزالة وتبارك الله عليك يكون خيرا من أبناء مدينة طنجة وكان نوجه له تحية جميعا هو والدكتور المراد البقالي وجميعا جام العمر ولا مجال لا لا كين جاء جاء إذا كان كيخصو يتوصل معنا باش لأنا مرة في الصدافة ديس مع إدريسي والكورال ديال والوعين يعني ما كان شي وكان مودنا باش نعملو مع الاتصال به يعني من ديار من الديار ولكن سعبر علينا ما إذا كان كي أنا مجال ما حافظ شي أن النمر ديال تليفون ديال إذا عاد كفرديوم بعد عاد يعطي هذي إن شاء كان وجهول متاحيا جميعا الله العظيم إلا أفراد اللي يعونو كيعونو وخا 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 السند هذاك السند السند إن شاء الله إن شاء الله سدي عبدالطيف إن شاء الله هيكل الخير هيكل الخير ولا دي أنا قد دائما حادي من الحرق هذا حلي لا لا سدي عبدالطيف ما يكون يعني إن شاء الله كاين وحد ربع الأصوات كد باللبس لهم تقليدي جميل إن شاء الله إن شاء الله خصنا نكونهم نطلعهم معنا إن شاء الله هذه المهمة ديالي في المعهد الموسيقي إن شاء الله نحن نحاوله نحن نربعهم عندك تكونهم ويهربوه لقائنا وهذه هربوا طبعا يهربوا يخرج ولكن الآن لما كيهدر داود ستيتو يعني ماشي نزل سيم السمام معلم معدر مصوب يعني لا بدا نعطيه وك الفرصة يعني بس كلم نعلى بعض الأسماء الأساسية يعني الناس المعهد ولا هدا دي وقفو إلى زاني بي ممكن شي طبعا إلا سمحت لي يا سيدة عبدالطيف مش نعطيك واحدة نبدة صغيرة ديالي من اللي بديت في المعهد الموسيقي بديت في المعهد الموسيقي سنة 2008 أو 2009 ضد ضد كان رئيسي مازال مع لا كان أستاذ جامل أول واحد طلقاني وأستاذ جامل تقول شوف مات مغاندي طبعا مساء المعهد الكديم طلقاني أستاذ جامل وسجلني في الموسيقى الأندلسية المغربية عند أستاذ عواطف بمغادرة ملك بوحدك أو الواليد السوسيقى لا لا الواليد ممنوع عن ناوال وممنوع هاد شي قلت لك مشيت من المعهد سجلت أول واحد طلقاني أستاذ جامل بن علال اللي كان وجه له التاحية اللي هو أستاذ ديالي والمتال ديالي حيث قريت عامين عند أستاذ عواطف أبو عمار كان وجه للتاحية من هذا المنبر من بعد قريت عند أستاذ جامل الدين بن علال لمدة تسع سنوات عند أستاذ جامل بن علال ونحكي لك واحد طريفة ماذا تقول أخي ديالي شنو واش العادس على العود لا العود بوحده لا كي عرفته هو في العود الله يودي ولكن ما ده العود من عند منكم آه عن أستاذ العربي أكريم السوسي اللي كان وجه له التاحية اللي كان أستاذ للفضل دياله كان أقل في السنة الثانية حيث ما كانت يعنى لحق في السنة الأولى نعم لآلة السنة الثانية أستاذ عواطف أدتني عند أستاذ وقتله حيث هو عنده كانوا غير مساويات علية أدتني عنده وقتل يا داود هذا هو الأستاذ ديالي وهذه الرغوة اللي تسجل عندهم سنة أولى مرة كنا أستاذ عين هنا المعهد يعني السياح المعهد علي السياح طبعاً كنا جيبنا لنجموع هذه الزاوية البلتشيشية سبارك الله وعملنا واحد الوقيفة وعمل واحد الوقيفة يا سلام يعني والله العظيم لا أبهارني أبهارني يعني ما شي هو ديك العازيف اللي هو معالج كل هذا يعني لم نعمل ديك وقلك الأستاذ ديبت سبارك الله عن دكتور من الثمانين سنة وباقي في المعهد باقي في المعهد المهم كان وجه له التحية كبيرة وأستاذ عزيز عليا من بعد ذلك ولكن مشيتي لي كيبال بيا أنك مشيتي في العودم زياني لا الحمدلله الحمدلله المهم بعد ذلك نحكي لك واحد طريفة أذ وقعت لي في الامتحان السنة الثامنة بالرباط كان عندي الامتحان جاتني الاستدعاد نطلع نقوز الامتحان طلعت نقوز الامتحان دخلت من اللجنة كان جبارة الأستاذ جامل الدين بن العلل الطب هرت جبارة الأستاذ ديالي اللي قارراني كان في اللجنة أستاذ ديالي وأستاذ بريويل كان مجهور التحية والذب الأساسي داخلين مهم كل أستاذ أعطاني صنعه أوهدي إن جاتني أستاذ ديالي لا يعطيني الصنعة ونقول لك أصعب صنعة أعطاه لأستاذ ديالي ماذا هو؟ الصنعات أستاذ جامل دين بن العلل أصعب صنعة أعطاه لي أصعب صنعة أعطاه لي كان نشوف وقالت ذلك أستاذها في اللجنة فهمتي ذلك الشريف العقال خدام ذلك أستاذ صعب هذا الصنعاش أعطيتها لي قال لي ولي ديالك وهو البصاج ديالك. هذيك اللي يخصك تعمل. هذي تعمل هذيك. وعملتها كيف عملتها اللجنة كمنا صفقوا لي قلت باك الله عليك. الله العظيم باقي عقل عليها بحل يوم. عرفتي تبهرت ملي شوفت أستديالي في اللجنة. قد هبى الناسين. الله صنعة كبيرة. العروسة ليال البطيحة للعشاق. يا سلم. من بعد ذلك كانت السنة التسعة والسنة العشرة والحمد لله جب الله تسير واخدرت جميع الشواهد ديالي في الموسيقى العندلوسية المغربية. يعني واش الموسيقى يعني الجانب الموسيقي ربما عطد عليك الدراسة النظامية في المدرسة ولا كانت متزامينة لأننا حضرنا لك الحفل ديال حصول ديالك على شهادة الباكالوريا. نشكر جمعية روافدة على تلك المبادرة. بالنسبة لذلك الفترة هذيك أنا انقطعت للدراسة. واتجهت لدراسة الموسيقى. وملي سالية الموسيقى كنشوف ولا بالدخص نكمل في الدراسة ديالي. لتجهت عملت باكالوريا حرة في العلوم الشرعية والحمد لله جاب الله تسير. كمّلتي ولا بقيسي حدك الباكالوريا؟ لا دابا إن شاء الله دعم عندي الإجازة. وانا من الحفلة مضوبة. إن شاء الله سيدي عبدالي. وكان شكرا جميع الأساسي اللي بتلمت على هده ومنهم أستاذة حانان شرعدي. هذا الشهر مبارك الوحيد يدوب ذيك الخلافات. فهذا الشهر والله العظيم إنا فضيل. إننا فضيل والله العظيم فضيل. إحنا متسامحين مع الكل. رغمًا على أن شاهد الإجاز كامل. أنا كيبقى فيها غل. هل يشكوا لي كيبقى فيها داود؟ هو الإنسان اللي عنده واحد القلب. يعني ما ما كيسعفوش باشي يسمح. ولا باشي يرطب. هذا هو ما اللي كازو لي. والشي داب الإنسان إذا كان آناني. لا يمكن أن يطور تجربتها. في حال التجربة الصوفية. شوف المتيحة اللي يدز عليه سيد يحمد بن عجيبة. الله الله الله. مع الشيخ دياله العربي الدرقاوي. طبعا طبعا. قال لك يخسرت ومشي تقهر نفسك. قتل بابا هذيك النفس. قتلها. وفي القرآن النفس أمارة. السؤالات مبالغة. ماشي آميرة بالسؤوك. أمارة. ومشا سيد يحمد بن عجيبة. وقال لديه خانش وحزن بالشريط. ومشا هز بقربة على كتاب. وقال لسقي الناس. من بعد ما كان يعني من كبار العلماء. اللي يستقرب في مدينة سيتوان. الناس كيقولوا. هاي حال الدنيا يا عباد الله. شوف مسكي شوف. الرجل كان عالم وكان كده شوف. دويل زمن وكي سمع ذلك. فرحان. أنا دبا هوك يخصي وخروج من ذلك العلم الظاهر. ظاهري. وليدخل دابا العلم الباطن. ومشا هيا. لا بطبق البداية من أن تصوف. وقال لسقي العربي الدرقاوي در من بعد ما كمّلت. كتسقي الناس في القربة. ومشي. وقال لسقي المساجد. ممتسا لسقي صداقاء يا عباد الله. الله حز وجه. الناسği قدو زوجك يقول لسوا. سبح الله. والله ما في التدنيا. ما فيها تقيق. شوف العالم. حدك الحق. دخل. لكي ألف البحر المديد. في تفسيري القرآن المجيد. والشرح للحكم دير ابن عطاء الله السكنداري عدت تحت الآفاق أمامه بأن الآن عندما تتدخم تكون حاجبة للإبداع قد حجب عليك ما تشوفه له قد درق عليك هذا مرض أنا في نسبة لي يمكن مثلا ما يبقى فيه بزرش واحد الذي فيه سرطان قد تعرف بأن المصير دياله معروف ولكن لك إزالي يكتار هو الذي فيه الأنانية في القرآن الكريم ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول تبقى عيدك شنو كيمتايح لي صبيحان نعم نطيحة صبيحان إن شاء الله شنو الكلمة اللي ممكن تقول على هذه الصبيحان كيقولون نغمة الصبيحان تسبح بها ملائكة الرحمة كنت معهم كمين طبعا كانوا في الصبيحان كمين بيهم يا سلام نعم نشوفكم نجبركم كمين مقطعين بالمقص يعني غير وجوه الجميل الله يكبرك يا الله يكبرك وجه صدفة أو لدك شي هيدا كنو لكيقول جبالي هكذا كنو هكذا كنو والله العظيم هكذا كنو والله العظيم شوف شوف هاي سحب لك يهدرنا في هاتشوال وجينا عفوين لا 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 تفرجا تفرجا أنا أمريكا تكونو كتعسوك نشوف رعيني يعني تترصدكم واحدا واحدا أولا كل واحد يتقمس آلتا هاي سيبقى كيبتن تنجف ودنو واخر كيب محطي حك في جنابو لا لا كل واحد هذه التجريبة سيدي عبدالطف ومع رادي من التجريبة شوف اللي خديناها داخل الأجواق الموسيقية وكانت شوية ديال الصرامة مثلا ميكون نافل ميكون تيانا في الجوق ديال السحمة الزيتوني صبرك الله كانوا غير فتاح يلا عنده في الجوق ميكون تباقي في المعنى وكانوا غير هوا ما والله ما تقدر تتحرك أهم يمشينا عن سيموحمد هادق هادق حميد الحدد لس نسيته لا مش نسينا لا بالعكس نعملوها له والله أحسن نعملوها له وتكون مبادرة ديالكم وتعلموا روعة بما نعملوها وكذلك ممشينا من اللي من اللي تبارك الله دخلنا نلجاق سيموحمد لأروسيحة وتبارك الله السلامة والأمر معوطة ونضيبة ونضيبة الوقت ونضيبة ونضيبة والولاعة والولاعة طبعا لا بد من الولاعة كان دكشيا سهلا تحيا سيموحمد العروسي وتحيا جميع الناس اللي تعلمنا اليوم ده دا كيغسني شي مرة نشوف نعم عبد الحميد الحدد مكرم من طرف الشابة أي كل أي كل أي كلنا سيدي أعظم وانتنا ولا تقدم الحل لا ولا ما انتنا ولا تقدم الحل أنا دكسيد عندي أزيز أنا قلع عرفه من لي كنت سندي مدة طويلة من لي كونناس تكرين حنا يفوضى حردان وكنت لا أغادر المسجد الأعظم أبدا طبعا من اللي كان زال سيدي الزمزمين كان من الدروس يلو تماما وكان من عبد الصادق وكان مقر دي المعاد ديني أي معاد ديني كان هذا كل مقر يلو وكنت أنضم وأنا مازلت طفلا صغيرا إلى تلك الحلقة وما كان ثموال وراكه درهم على الأجر رومية وعلى الألفية وعلى كده نقالس ومع من واحد الحلقة ومن بعد الدروس سيدي الزمزمين ما أمريكو وكان قطيعا وبين قوسي سيدي محمد الزمزمي بن صديق وزوجه خالتي وزوجه خالتي لأنه كانت بنته لأسد الذي هو العربي بالعربي وعيد طنجي هنشوفوا شي صنيعة من الطائحي ديال صديق ونحن بصد صدفة جميلة صدفة جميلة لشباب طنجي للموسيقى الأندلوسية المغربية واللي معايا داود ستيتو رئيس للجوق برفقات لتدي الأعضاء أساسيا في الجوق يوسف المفرج محمد ياسين طريقي حتى المقرعي قال لي المحبوب لما زرته من ببابي قلت بالباب أنا قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهنة قال لي من أنت قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا هذا مقطع شعري جميل جدا في العشق يعني الحافظ شعرزي اللي هو واحد من الشعراء يعني أنا لا أظن أن العالم أنجب شاعرا مدهلا حافظ شعرزي حافظ شعرزي لأن الشعر مقدس يعني عندهم في إيران والشعر في العشق الصوفي في المحبة الإلهية شعرائي جدا طيب يعني الآن ما زال عندنا تقريبا يعني واحد لعشرين دقيقة بريدا نستطمروها باش نشوفوا الأفق ديلكم شنو هو هذا حاليا يعني واش تبقى غير مرة مرة إذا جات شي مناسبة نمسي ونطربو الدر عند شي واحد شي طنجا ويمزيون دينا عندو شي در مزيون نقول يعطينا ديك الصارو نسجل ونصورو فيه وبأرياح ديالو كاملة يعطيكم الفضاء قتصورو فيه قتمسي وتخسرو من جيبكم وتضربو تمارا وتعطلو دك شي في استوديو وتنزلو هنا في اليوتيوب بدون إن شاء الله دابا إن شاء الله كان كان نوجد معوح جمعية وحصصهرة إن شاء الله وكذلك هذي نشوفو انطرقوا أبواب باش تكون عنا دمو شاركات جديدة مثلا كشي اميراجان بعض الملتقيات إن شاء الله احنا مشيين في الطور إن شاء الله قسكم تحرقوا سويا المقاش يتسينو لا ما تسين شي ولكن سيدي عبدالطف أنت عارف عارف كيف عامل يعني الأغلبية الفرق اللي كتشارك والأغلبية الفرق اللي كتشارك كيفاش كتكون يعني الطريقة اللي كيشاركوا بيها ولا بدأ ما يكون شي واحد سماك يعرف أك أو شي حاجة إيه ولكن مثلا سيقول لغة تعلموا مبادرة ديالكم منتم تعلموا مبادرة وغادي تمشي مثلا القاعدة الآن اللي صبحات مرتبطة بالسهرة ديال الأندلوسي وديال النديع السامعية ديال حمد وكمك هتعملوا مبادرة من عندكم عندكم صراحية عندكم جوق ديالكم سميتوا جوق للشباب طنجاري الموسيقى الأندلوسية المغربية وتعملوا حافل ونتعاونوا كاملين باش روجوا يعني البطائق مرة باش مشي تلق عمر عن آخرها البرنامج بالشهر رمضان كان البرنامج حافل برنامج كبير بزاف ومعظم الصهارات ما كانش عليهم يقبل علاش حيث كاين بزاف كاين كاين بزاف الصهارات لذلك احنا اخصنا دفا كنفكر انا وبعض الاخوان كنختاروا الوقت الوقت اللي تختار تعمل في الصهارات مشي الوقت اللي مش يكون في بزاف رياض السلطان كذلك عمر ورياض السلطان عندهم تقليد هذا تقليد سانوي عندهم كل رمضان عندهم روحانيات رمضان وكان ذك شي يا سالم فهمت ذك شي اللي كان في مركز المبادرة ذي العوامي مثلا يعني ذي هو مبرمج كذلك هو ضمن الصهارات الرمضان هي رياض السلطان يعني واش هو اللي بذي المجهود مشا كذلك يقلب تهو أظن لو كنتم مشيته تصرته بالسلطان من بوشا يوطان جاوي جميل الله يرد عندي علاقة طيبة نودي وإذا مبادرة عندكم لم يجد شي وكان وكانتصور كنتما ذي الخشبة الجميلة وذي الأناقة يلقعها وكتزغل 130 دلناس يسر إن شاء الله في القريب العجيب في القريب العجيب في القريب العجيب لا تكون واحد مبادرة الإمكانية لديكم ليس عندكم شي أبدا أبدا نقول لك الصراحة الإمكانية التي تتحركوا منا لم يكن لدينا شي نشاط وكان مشي أنا عدو بالله مقاول زينا وصي ديوسف كان مشي وعن سي داع بالحق بخات عمرهم ما يردنا يعني بعض الجيال سيد داعي معنا كل حق سيد عبد الحق بخات وعنا جمعيات إخوان الفن وبعض الناس لما كيف تتذكر أسماء ديالهم وهما ناس عزاة وفيما نوقف عليهم كنجبرهم دائما واللي كيف قخصنا نقسمو إحنا مع بعض إثناء ولكن تشاركوا في الحفلات تغطيوا بيهم شوية الحفلات مثلا أعراس ولا شي حنا كجوق مع بعض إثناء أفراد أفراد طبعا كأفراد كل واحد بحدي تم عاجق معاجق طبعا كيف ماش عايشين يعني أنت مثلا عنك شي وظيف قتمر صون لا أنا فقط محترف طبعا محترف وكان قريف المعهد الموسيقي هذيك هذي كتاب وظيف هذيك طبعا وخامك فيها شيء ولكن على كل حال يعني الواحد كيلو بقري طبعا والإخوان اللي في الجوق تبارك الله عليهم كل واحد في المسائل دياله دافح السي يوسف خدم شركة السي حاتم كدري خدم شركة السي محمد يسي عنده المشروع دياله كل واحد في المسائل دياله كل واحد في الأمم بهذه الطريقة كيف يمكن الواحد يمارس الفن يعني بالنخوة هذي اللي بلضب الإنسان ما يكون عنده ضغل دياله قار ما يستفز واحد وما يطيع حلم القيمة دياله واحد علاج حيث تكون تينا قد برأسك ومشي بالأمور ديالك ومشي ملي ما تكون عندك لخدمة لا تشي أما الدخول تكون عرضة للتسييب ديال الكل عرضة رغم شي غالس دياله عدو الزجاب يعني كل واحد في خدام وذلك نحاول نخرج الوقت تائما نخرج الوقت اللي نخدمو في أعنال تكون جديدة ونطرحوا أفكار جديدة بس نحاول ونزيد القدام باتشاة وركز على الجانب الإعلامي طبعا عيطنا لكم يعني استماع واسع عبر الرقعة المغرية كامل وخارج المغرية كيسمع وكيسمع وتحسبو لك تحسبو لإداعة كاب راديو والإداعة غاز تبت من حين لآخر بعد شجيلة ديالكم وكيبقى المجهود ديالكم إن شاء الله للمجهود ديالكم لإداة باش تأكدوا الحضور ديالكم إن شاء الله على ما تعلمت في العسفل على الفيرونسيل سمح لك نقول لك قصة يوسف المفرج يعني أستاذ يلي كيبقى هو أستاذ عمجيد خليكان وطنجاوي ديالنا هدروا العلاسي العرفاوي مهدر علي تاوحيد مربي الأجيال طبعا أستاذ نابي كان وشور التحية من منبر ديال إداعة كبراديو أنا محصل لشي شرف قريت عنده هذه أنا محصل قريت أن قلت لك عن متقف حقيقي طبعا متقف حقيقي وأستاذ الأجيال وقيل محمد ياتين قرأ عن واتين اللي يعطي لك كلمة عليه نعم وأستاذ نابي حفظت يصنع عنده عمرك سنساء حياتك كاملة أنا بدي أخصني بلغ لتحية لأن كان مواكب لكل البرامج التي أقدمها برامج الإداعية التي أقدمها وقنظن أنه بصد السماعي كنت تسمع أن سنابي العرفاوي حقيقة أنا قدره كثير جدا كفن رصين وبنفسه إذا عزف على الرباب الرباب على الكامل كامل ربا واحد مجموعة دي الأجيال كذلك وتبارك الله الرص مشير عمار حفظ كبير وعندي عزيز واحد معزا وقرنا وحفظنا وكان شكرا ماذا وهد العام غادي غادي ترجع لهم ميكرو بصد نبي ملاحن عنده التواشي ديال بطيحية تكنين وعنده ميزان للحسين وعنده البطيحية للحسين وكان ضن عنده طلب بصد ديال الحسين ديال هو الحنوم وهو كذلك اللي عمشوف الكلمات وطبعا هو أستاذ ديال وكان وجهول التحية من هر المنبار السيعة السلام كانت وراء السيعة السلام العمران يبو خمسة كانت رحموا عليها في ليلة النصف من شعبان اللي كانت عنا معاه علاقة طيبة وكان كذلك هو مشجع للشباب الصاعد والابن ديال وحمزة العمران هو كان فارد وعض مؤسس لأفراد شباب طنج لهذا الأسماء اللي كن قولوها يعني كي جبدا من غير كفاء الفنية ديال من السلوك ديال للأخلا والطيبوة 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 ولكن كنت قول ليه شيئا زوئي نعود لكم لأن كل ناس كان تفرق وكان مازال علاق الحياة محمد العفية الله يرحم الله يرحم كانت رحم السلوك وكانت تلقاه في الزنقاء كان يقول لي سيد داود والله العظيم كان حشم كان قول لها سيد عبس العفية أنا زعم ما باقي سيد داود زعم ما كان حشم لاش مرأ من المؤامر نوس محمد العفية الله يرحم مرأ برنامج جذور وكان الوفاة عف السلوك شقارة واملت حلقة عليها عف السلوك كان صديقي وكان نزور دائما تطوان وكنت نتلقى مع عبية العوفير في محمد عروسي إذا كنت سمعنا راكو نانوية وحمر نزور عف العوفير لقى عف السلوك شقارة معها لأن عندهم صداقة مع بعضهم ومن كنت متأثر جدا لأن حلقة شاركت في الميراجان الدولي للإداء والتليفزيون في القاهرة وكانت ميداليات ميدالية يعني عبارة على حوار مطول مع بصدق شقارة يدي بالآلة بنفسي وكان في الأواكر وكان هدالي مسكين ذيك الحائك ذي الرقي وق طبع الآن يقدم صورة بالإداء ذي ومؤامر اللي كان سي محمد العافية والله يرحمون بجمج على كل اللي يرحمون برحمة الله قال لي السعب الطفي لست ضفتي السعب السلام يعطيك واحد شهادة مباشرة على السعب العاف الصدق شقارة يعطيك اللي بريت قلت له وشنو فيها يعني رجلك يعرف وكان كمش لعندون زاوية الحرقية وقال لي وصاف غل استطفو قلنا عن السعب السلام على أساس أنه سيكون معنا هو دبرا وقال اسم عسي محمد العافية كان ساكم في ماتم غندي في نوال الله يهدي وقلت في البرنامج يعني قلت من بين الشهادة التي سنستقبل هذه اللحظة يعني الشهادة سيدري بها مباشرة سعب السلام العمران يبو الخوف زا عن الراحل عبد الصدق شقارة وقلت سعب السلام سبارك الله عليك سبارك الله عليك قلت بالنيس بليلك شقارة يعني ما وما خلص شي على جملة واحدة سعب صدق شقارة سعب التيف الله يودي سعب صدق شقارة الله يودي سعب الله يعني رحمة الله عليك سعب السلام ولا رحمة الله والله العظيم كان أعزيز علينا أستجينا بسكين وما كان بخلصي بالأشياء دياله أنا واحد مرة كان أعطاني الديوان ديال السسوري بالتحقيق ديال محمود سامي النسار طبعا بالرعينات والثالثينات وعلى كل حال أعطينا هذا واحد ما أعطيش يقول لسكن وما أمره لسا لابدوا بالإشارة أجعلنا شيئا مع بعضكم مع طيرو ميكرو مع بعضكم أمر تسجلوا شيئا حاجة هكذا يعني بس يلا عملوا أي حاجة تقسموها مع بعضكم يلا قبل ما نقدموا لشي مقطع من قائمونيس في الرمل الماين بها ديالي نقدمو إن شاء الله تفضلوا حي رسم الحباب يَا زَيْرْهُمْ بِسْلَامِ ضَانِّي تَحَبَابِمَا يَا زَيْرْهُمْ بِسْلَامِ ضَانِّي تَحَبَابِمَا مَا مَنْسَوْنِي يَرَانِي بَتِّيهَوَ أَوْجِفَا رَوْضِي صَرْحْطَ يَا لَقَحُّوْصَنِي مَهَمَا أَسْقَوْنِي ضَانِّي تَحَبَابِمَا مَا أَسْقَوْنِي مَا أَسْقَوْنِي مَا أَسْقَوْنِي هذه ليلة مباركة في الواقع نحن على مشارف كي سمد الحلقة لك نوصيكم عفاكم صلى والنبنة ضروري دروري 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 قبل ما نطيفكم منك طاني طانيين عوضي نحن نراهن على الجودة يعني اللي جيد من ناحية الأخلاقية ومن ناحية ديال تمسك ديالو بالأصالة في أداء الصنعة حينما كنترغوشي شي حاجة مستحيلة ما أذكرها ناسين عن قول جامع ولكن كاين شيء أسياء اللي ما كتعجب ناسي بكل صراحة ولا وأول حاجة يعني فاتشي هدا هو الأنانية وديك تتسلط هاني شكنت سابس غدي تتسلط عليا ولا غدي تتفرد عليا وجات ندر ديالك شكن بايش بايش أنا عندي كرامسة عندي شخصية ديالي يجيب ألا تقسر من هذه المنطقة محرمة أطنسية ما تتقررش نسمى تفاهمنا هو هذا ما تفاهمنا شيء ما تفرض عليا سيطارة ولا هيمانة ولا تقلب عليا الدونية في الغيبة وذلك شواء أحد الأفة حقيقتان يعني من المصدقات مع مولاي أحمد يعني شيء بقداسة يعني الناس كتحتارم الصداقات ما كان شيء عندهم من الوقت ديال تقرر يعني هاي ده جمع بيه وكده وهدا يعني هاي ده جمع بيه وكده وهدا يعني رطبوا قلبنا يا الله يديكم فدر الشهر المبارك وهدا خليكم مع الكريمة ختمية ندوم عندك بالمسعة في الكريمة يلا كي بس حسيتين معنا في هذا البرنامج شكرا كبرت بينا وكان شكرا إداعة كاب راديو على استضافة نتمنى وكانا استضافة جاي أخرى ما لكو شيء لقاء ديالك ورمضان مبارك والله أحفظك للمقرعي كان شكرا عائلة الإداعة كاب راديو كان شكرا شخصيا سي عبدالطيف على هذه الاستضافة الجميلة والله إلا كانت واحدة كان نحسوا بوح الفرحة عارمة ولنا حالي نقولوا جاء الشارف الكابير أننا نكونوا معاكم وان شاء الله في الفرص القديمة ومنسوا شيء شكرا لنسي داود اللي في حلقة الدابعة شيخ الشابب بالدعم دياله بالإصرار دياله بالإبداع دياله والله يتاوينا ويخاوينا في حلقة يقوله عمين شكرا بس نخليوا كلمة قسمية داود يا أستاذ جزيل شكر لك أستاذ بإسم جميع أعضاء شباب التعزق اللي ماقدروا يكونوا معنا اليوم وأستاذ يعني جلسة كانت آخوية ويديية مزيدة ومع أنتمنى أنا شخصيا وأنتمتاح لكم الفرص إن شاء الله 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 والصحفي والإعلامي والشائر الأستاذ سيد عبدالطي بن يحيى على استضافة وعلى الدعم وعلى التشجيع اللامتناهي وكذلك منك لعائلات وللطاقم تقني ديال إداعة كابراديو ومنك لجميع الأساسين ولي أنت لي وحد إشارة جميلة هو أنها قلت لي خليلي وحد كليمحة نحن نقدم التعزية ديالنا فهذا الفقد الذي أصاب الأسرة الإعلامية في وفاة فاطمة الوكيل طبعا طبعا كانت رحموا عليها في هذا النهار الفضيل عن الله والله يجعلها في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك كنبغي نشكر جميع الأساسين اللي تعلمت عليهم جميع الأساسين بدون يعني ما نفرق التوحي اللي تعلمنا عليهم كاملين كنشكرهم وكذلك نشكر الجمعيات اللي كتعاوننا ومن نساشي وحد جدا الناس هما الأب والأم ديالي اللي كيسندوني دائما والأم دياليكتار اللي كتسندني وكتدعي معايا دائما وكتسر الأمور كاملة والشكر لكها سيدنا عبدالطيف وانا الشكر اللي عندي هو سيدنا حسان العثماني اللي بدل معنا مزود جبار طبعا 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 سيدنا حسان كل شكر لك كل شكر لك إذن غدي نختم الحلقة والأظن أن أمطر الخير تتهاطل وهذه اللي يمتلكون خيفانين بإنك نقطرو المبلقة طبعا طبعا تعلموا لي أن الله يحفظ له كان شي جافة كلها دارة غدي القدرة دماغ ستكون كتسوى يعني يعرف الإنسان القيمة ديالة طبعا الآن رحمة تصدر بكثيرة طبعا ولا تقنطوا من رحمة الله هي الأمطر دابا والسماء ملبدة بالغيوم وكذا ومن منتدر بشد ديومين كاملة ستكون أمطر غزيرة إن شاء الله سدي عبدالطيفة تسمح لي واحد جد سوين هو نشكر مدير المعارض الموسيقي حاليا طبعا طنجا الأستاذ يونس سيسيل الحسني على الدعم التسجيع دياله لجميع الشباب الله يجعل بارك شكرا إلى اللقاء